حوالي 12% من الأزواج بالمغرب يعانون من العقم أو ضعف الخصوبة مما يدفعهم إلى تكبد نفقات ثقيلة للتشخيص والعلاج والأدوية مشروع القانون الجديد المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب والذي صادق عليه مجلس النواب يعترف بأن مسألة العقم وضعف الخصوبة وضع مراضي وبذلك من المحتمل أن تدخل تكاليفه إلى سلة العلاجات التي تتكفل بها صناديق التغطية للشماعية هو قانون عنده بعد اجتماعي عنده بعد حقوقي أنه يتعلق الأمر بأكثر من 700 ألف للأزواج بما لك يعانيه من نقص في الخصوبة أو عيش في الخصوبة بما لذلك من أثار على الشخص وعلى الأزواج وعلى المجتمع برمته جزارة الصحة تشجع على إنشاء المراكز داخل المساعدة الطبية الإنجاب داخل المراكز الشفائية الجامعية وهذا يساعد كذلك على التكفل ببعض الحالات حاملية بطاقة الرامل كذلك لكي تصبح هذه التقنية التي هي اليوم مكلفة في متناول أكبر عدد من أزواج لكي يعانيهم هذه المسألة للضعف الخصوبة مركز الصحة الإنجابية بالرباط يعد الأول من نوعه على الصعيد الوطني ويوفر لأزواج الراغبين في الإنجاب تقنيات عديدة من بينها التخصيب خارج الرحم والتلقيح الاصطناعي إضافة إلى التلقيح المجهرية تقنية جديدة تكلف ما بين 30 و40 ألف درهم لكل محاولة طبية هذا المشروع للقانون سيعطي شحنة لكل يعمل في هذا الميدان لكي يعملون لتغطية صحية لهذه المشكلة وفي هذا السياق الناس الذين في حالة هشة يمكن لهم في المستقبل يستفدوا من هذه التغطية الصحية مشروع القانون المتعلق بالمساعدة على الإنجاب يحدد المبادئ العامة المنظمة للمساعدة على الإنجاب واحترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بها وتجريم الممارسات التي تشكل مساسا بكرامة الإنسانية أو بسلامة الجنس البشرية كما يهدف إلى تحديد شروط ممارسات تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب